إضافة للمشاكل اللي ممكن تواجهنا باللابتوب عدنا مشاكل ممكن أيضاً تواجهنا وين بالموبايل خصوصاً الموبايلات الحديثة اللي أكثر شيء بلد بتبلشت بموضوع التاتش سكرين في حالات ممكن يكون الشاشة بالكاملة جاي تظهر باللون الأسود وما بها أي استجابة في أجهزة الآيفون ممكن نعمل ريسيت ويكون هذا الريسيت صوفت على سبيل المثال نقدر نضغط الباور بوتون تمام زائداً هذا خزننا الساشن الأول الباور بوتون زائداً ممكن أنه نشغل شنو نضغط على الهوم بوتون في نفس الوقت ويشغلنا الجهاز عارف رح تقولون أنه في أجهزة الحديثة للآيفون الهوم بوتون انلغى في هذه الحالة نجي نضغط الباور بوتون وفي نفس الوقت نضغط الفوليوم داون لمدة عشر ثواني حتى يعملنا الهارد ريسيت ففي عدنا السوفت ريسيت وفي عدنا الهارد ريسيت بالنسبة لجهزة الأندرويد ديفايس فإحنا ممكن الأجهزة اللي ممكن تنفصل البطارية مالتها ممكن نفصل البطارية ونرجع ومارت لأكون شغلة من جديد أو ممكن نضغط على الباور بوتون ونضغط على الفوليوم داون لحد ما يعمل ريستارت بعض الشركات قد تختلف نوع ريسيت مالتها ونوع ريستارت مالتها هذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على الشركة المصنعة بالنسبة لأجهزة الأندرويد لكن احنا مشكلتها مو ممكن يكون بجام للشاشة أو الشاشة السوداء ممكن احنا تواجهنا تطبيقات على سبيل المثال عدنا تطبيقات ما جاي تحمل يعني أنه أنا مرة أدخل على جوجل بلاي أو أب ستور وأضغط عليها وما جاي يعمل أي داون لود هذا دلالة على شنو؟ دلالة على أنه وفي مشكلة أخرى ممكن تواجهك في نفس الوقت أنه الأداء مات التطبيقهم بطيء جدا ممكن أن نوقف التطبيقات بالآيفون ممكن أضغط على زر الهوم أو أرفع سلايد فوق واشوف التطبيقات اللي شغالة وأوقفها ممكن يكون الريسورس مالتي خلي نقول الرام والسي بيو ما جاي يتحمل هالكم التطبيقات الشغالة خلف الكواليس ممكن أعمل ريستارت للجهاز مالتي حتى مجرد أنه يفرغ الحجوزات في داخل الرام يعني نعرف كل تطبيق قد تفتحها يحجز أدرس بالميموري مالتي إذا حسيت بالخفة بعد ما عملت ريستارت فمعناتها في عندي برنامج دي أخذ حجم كبير أو أدرس في داخل الرام وأيضا دي يشغل السي بيو فلازم أتأكد شنو هو هذا التطبيق وشكت جاي يشغلي من الرام بالنسبة للآيفون ممكن أنه عن طريقة تاب للهوم بوتون أو سلايد أب بالأجهزة الحديثة وأغلق التطبيقات بالنسبة للأندرويد ممكن نروح للسيتينج والأب ونختار الأب ونقدر نقولها فورس ستوب لأن معظم التطبيقات اللي نطلع من عندها حتى لما نغلقها فهي بتشتغل خلف الكواليس فحتتأكد أنه ما تشتغل خلف الكواليس لازم تتبع هاي طريقات سواء كان بالآيفون أو الأندرويد ممكن أمثل ما قلنا لكم تطفي الجهاز زين وتشوف تشغل الجهاز مرة أخرى إذا شفت السريع معناتها في عندك فالتطبيق ليأثر لك على البقية أو ممكن مجموعة تطبيقات جاي يستخدمون الريسورس مالتك وطبعا إحنا نعرف بالنسبة لجماعة المبارمجين في عضم تطبيقات يبنوها نيتف وفي تطبيقات يستخدمون ويبي فيو إحنا نعرف نيتف دائما يكون سريع ويبي فيو ممكن مستخدمين هافي كود ومثقلين التطبيق مالتنا التطبيق مثقلينها بالتالي تيأثر على أداء الجهاز فممكن أيضا الجهاز منع من لتحديث يعني في كثير من ناس مثلا خصوصا جماعة الآيفون خوفا من أنه البطارية تصير بها مشكلة نعرف أنه مرات لما تجي تحدث أتصور بالآيو اس عشر وكعد هذه المشكلة أنه من جد تجي تحدث البطارية ما تكتب دي تستهلك بشكل أسرع وهذا مع اعتراف من أبل فشي يفعلون ما يسمحون بتحديث الجهاز فبالتالي رح يأثر على كفاءة الجهاز نفسه ليش في كل تحديث يحلك مشاكل سواء من سيكوريتي أو يخلي النظام يكون أفضل بتعامل مع التطبيقات إضافة إلى ذلك في تطبيقات لو ما حدفت راح تتوقف فتأكد من هاي النقاط حتى تقدر تعرف بتضبط المشكلة مالتك وين صار طبعا بالنسبة لموضوع مات الإيميل أيضا كتب بشوتينج نحن نعرف كل زين إنه الإيميلات ماتنا أيضا لازم تكون بشوتينج يعني إحنا حاليا بالنسبة لل كود فور إراك الإيميلات التي صنع لكم بها كلها تدعم ال-HTTPS أو SSL خلينا نقول ال-Encrypted communication ليش؟ لأنه إذا أنت ما تتتبع أو ما تستخدم ال-HTTP أو SSL فبالتالي كل الرسائل الماتك ممكن أنه ترسلها ممكن من أنظم ال-Attacker أو ال-Attacker هاكر ممكن يعرض هذه الرسائل على شكل نصوص ويقدر يشوف أنت جاي ترسل طبعا الشركات third party أو الشركات التجارية مثل جوجل مثل نقول Gmail أو Outlook وغيرها ذول جماعة اللي ينطوك خدمات حوسبة Cloud بالتالي ذول هما أصلا الشركة هي اللي راح تدير موضوع ال-Certificate وتدير موضوع ال-Encryption بس نحن نحجي على صعيد على سبيل مثال شركات منظمات أو مبادرات مثل حالتنا God4Rac مبادرة فالإيميلات ماتنا ليست Gmail وإنما إيميلات تابعة للمبادرة نفسها فلازم نحرص أنها تكون هي SSL بالتالي هذه راح يحافظ على سرية الرسالة وتراقل بناتهم بطريقة مشفرة إضافة بطارية جاي تستنزف بشكل سريع خصوصا في الأماكن خارج المدينة اللي تكون بيها الأبراج قليلة ونفس الوقت إشارات الأبراج تكون ضعيفة الحل لهذه المشكلة أنه لما تذهب لمنطقة خارجية تروح لمصيف تتنزه في منطقة خارج المدينة لما تحس أنه اللي الشبكة جاي تتقل إذا ما تستخدم الموبايل حاول تضعها في وضع ال-Airplane Mode اللي هو وضع الطائرة ليش؟ لأن الموبايل دائما يبحث عن أقرب شبكة دائما يحاول يتصل بالشبكة لكن كل ما يبتعد عن البرج يحاول ينطي Power أكثر فبالتالي إذا يأخذ الطاقة هذه من البطارية فحتى يحصل لك الشبكة بالتالي رح يعملها على حساب منه على حساب Power طبعا في أجهزة أمنية على سبيل المثال اللي هما يستخدمون أجهزة تشويش على الموبايلات هذول أيضا إذا شفت أنه موجودين حاول أنه تضع الموبايل ماتك في وضع الطيران أفضل إليك ليش؟ لأن ذول أصلا دايبثون فريكونسيات داخل مع إشارات مات الموبايل بالتالي الموبايل رح يضطر أنه يصرف بطارية أكثر فتلاحظ هذه الجهات الأملية من تمر من مكان معين بمجرد خمس دقائق تلك البطارية نزل خمسة وعشرين بالمئة طار فإذا أيام اعتيادية على سبيل مثال أنت عندك يوم اعتيادي تمام وتشوف السنزاف للبطارية كبير ممكن يكون هذه البطارية أصلا عمرها الافتراضي انتهى ولازم أنه يتم استبدالها ممكن تعرف أيضا عن طريق التطبيقات عمر البطارية والشحن مالتك وطريقة استخدامها ويا تطبيقات جاي تستنزف قدرة أكثر لأن استخدام التطبيقات أيضا رح يأثر على حسب استخدامها للسنسورات عسل بمثال إذا جاي تستخدم GPS أو تستخدم هزاز كل هذول ياخذون طوار عالي بالتالي بالآيفون ممكن تذهب للسيتينج والباتري وفي الاندرويد أيضا بالسيتينج والباتري رح تلقى البطارية مالتك وأيضا إجلية باقي الشاحن وكل تطبيق إجلية جاي ياخذ من البطارية ومنه جاي يستنزف عمر البطارية أو خلينا نقول الشحن اللي موجود في البطارية إضافة للموبايل مو فقط مشكلة البطارية ممكن تواجه أيضا مشكلة الأوفرهيتينج اللي هو السخونة الموبايل يسخن الموبايل يسخن طبعا بسبب الشيء بسبب الأشياء اللي موجودة في داخلها CPU وأيضا الأنتينة وغيرة وغيرة كل هذول رح يولدون حرارة أي جهاز إلكتروني فهو يولد حرارة كون أنه عادة بمثال تشارجينج وديس تشارجينج للبطارية استخدام الـ CPU الديسي بلي كل ما الإضاءة مالتعالية رح يستخدم بطارية أكثر كل هذول رح يشنو يولدون لك حرارة حتى البطارية من تجد تشحنها يولد لك حرارة من البطارية ينطي طاقة للـ Wi-Fi والتطبيقات وإلى آخر أيضا يولد حرارة فبالتالي كل هذه الحرارة في داخل هذا الـ device خلي قول وما عندك فن نعرف أنه هذه الأجزاء ما تمتلك لها فن تمام فالطريقة الواحية لتبديد الحرارة هي جسم الموبايل نفسه وبالتالي أنت تشتغل كمبدد للحرارة فلازم هنا حتى أتأكد من أنه ليش هالحرارة العالية اللي جاي تظهر من الموبايل لازم أتأكد من التطبيقات أي تطبيقات جاي تصرف أو أي تطبيقات جاي تولد حرارة يمكن السؤال شوية غريب رح يكون إشان نعرف أنه هاي تطبيق دي ولد حرارة عن طريق استخدامها للـ CPU استخدامها لهاء للـ CPU معناته رح يولد حرارة فالشو رح أميز إنه هذا التطبيق رح يولد لي حرارة عالية لما نشوف الـ CPU ما لتك كلش عالي وليستخدم كثير من الـ CPU حاول أيضا هاي تبعد الموبايل عن الشمس لأن أشعة الشمس أيضا ضارة تكون لهذه الأجهزة فوق ما هو في داخل هالحرارة الشمس أيضا رح يرفع من درجة حرارة وممكن يغير من التركيب الكيميائية فيقلل من سرعة التوصيل أو ممكن يحاولها إلى عازل نحن نعرف أنه استخدام السيليكون بشكل واسع في الأجهزة الإلكترونية هذه من جانب ومن جانب آخر ممكن يصير فروزن للسيستم يعني السيستم بالكامل ما يشتغل السيكرين أنا أضغط عليه تاتش ماك وإيش البوتونز ماذا يجاوب أصلا يعني ماذا ينطفي هنا ممكن نستخدم طريقة soft reset بالضغط على power button وأيضا نضغط على key مثل الصوت للأسفل حتى يعمل reset soft أو في عدنا soft الآخر اللي هو hard reset الhard reset ممكن بالنسبة للآيفون نضغط على power button والhome button مع بعض إذا كان النسخ اللي قبل آيفون X أو النسخ البعد آيفون X اللي ويكون أنه نعمل hold للpower button وأيضا volume لمدة 10 ثواني هذه مفروض أنه يعمل الhard reset بالنسبة للآندرويد فعندك حسب الشركات يعني في عندك مثلا تضغط على power والhome ممكن تضغط على power والkey down مع الصوت volume ونرجع نقول شركة من شركة قد تختلف في طريقة الhard reset لكن شون عرف هذا الشيء جوجل مجرد رح يطلع لك طريقة الhard reset لهذا الجهاز التابع للشركة المعينة هذه معظم المشاكل اللي ممكن تواجهك كذلك إذا أنت شفت أنه ما في عندك تطبيق لياخذ CPU عالي ومن طرف آخر أنت الموبايل مالتك جديد يعني ما صالك غير كم شهر أنه اشتريته لكن لازل تتعاني من مشكلة الفروزن اللي هو التجمد الشاشة والتطبيقات جاي تتجمد حاول تبحث عن update يعني ممكن تروح للsettings وتروح تشوف update ممكن يكون جاي update وانت غافل عنه وحاول تحمل هذا update لأن الأبديتات دائما تكون تحسن النظام وتسرع النظام إليك قد يكون أيضا مشكلة عندك بالصوت سبيكرات يعني كثير من حالات تصير في الأجهزة يعني أحد الأجهزة اللي كنت امتلكها مرات لما كنت أربط الهيد ست بالموبايل فكنت أسمعها عن طريق الهيد فون بس من كتشلح الهيد فون كان يبقى الموبايل الصوت ما لتخافت زين هذه يرجع لمجموعة أشياء ممكن يكون السوفتوير يحتاج لتحديث يعني ممكن يكون أنا نزلت في التطبيق ويأثر على هذا الشيء وممكن أجي أروح للفون وتأكد من الصوت إذا كانت الإعدادات متغيرة وإذا عندي صوت قبلها ونزلت هذا صوت سواء لمشكلة ممكن أعمل لها أو ممكن أعمل لها فورس ستوب وأشغل بعدين وهي كل الإجراءات في سبيل أنه متأكد مصدر شنو المشكلة إنه الصوت يختفي في حالة تطبيق معين أو في حاد الجهاز بشكل كامل ممكن إنه أيضا الصوت يشتغل وبعدين يتوقف يعني على سبيل مثال RGS مع اليوتيوب وبعدين على غفلة اتوقف الصوت أو الصوت صار بالفوري جراون إنه صار خافت جدا أو ممكن يكون أصلا السبيكر ما يطل لا أوديو ممكن تعيد الروم مع السيستم نفسه إذا في عندك update يطلوب من عندك حاول تعملها update وإذا ما عندك update ولا تريد تعمل الروم فحاول تعمل فورمات أو فاكتوري ريسيت فالمتوقع أنه يرجعها على البلاد ويشغلك الصوت في حالات يصير عندنا أيضا الجي بي أس ما يشتغل بشكل دقيق هذي لازم هناك أقدر أعرف وين المشكلة إذا كانت متفاعلة أو غير متفاعلة ممكن تفاعلها على أساس الواي فاي ممكن تفاعلها على أساس 3G أو 2G بالاندرويد راح تكون بالSettings Location وحتى بالConfiguration مود عندك عندك High Accuracy عندك الباتري Saving وعندك الDevice Only أكثر من مود ممكن تشغل فيها الGPS وكل هذه تأثر على دقة عمل الGPS وخلي في بالك إذا أنت تتعامل مع الGPS فعندك 3 مصادر أساسية للGPS حتى تحصل الـ Coordinate منك فأنت يما تأخذه من الانترنيت يما تأخذه من الجهاز الموجود بالموبايل أيضا يكون GPS صغير أو تأخذه عن طريق أبراج الاتصالات فأنت عندك إذا ما تريد تأخذه عن طريق أبراج الاتصالات والتي تتغذيك عن طريق سيم كارد أو ما تريد عن طريق الانترنيت لأن أنت ما عندك انترنيت فالطريقة الوحيدة أنت موجود في مكان ما موجود بها شركات الاتصالات فإذا بالحالة لا عندك أبراج ولا عندك انترنيت فهالطريقة الوحيدة اللي راح تقدر تحصل عند الوكيشن مالتك هو بالاعتماد على الجهاز نفسه اللي موجود بها GPS بس حتى تقدر حصل على الأحداث ية فلازم تخلي في بالك أنه لازم تكون line off سايت مع sky قصدي شنو هو أنه إذا تريد تحصل أحداث الجهاز بالاعتماد على GPS مات الجهاز لكن لازم ما يكون بينك وبين السماء أي فواصل الجهاز ما تجهاز حتى يشتغل ويحدد موقعك لازم ما يكون بينك وبين السماء أي فواصل يعني ما يصير تكون داخل بناية وتريد جي بي ما يصير تكون داخل قراج وتريد جي بي ما راح يحصل ها نعم راح تجاوب تقول لي بالبيت أقدر أحصل الجي هذا هذا بالاعتماد على براج الاتصال وبالاعتماد على الانترنت إذا عندك فهذه الطرق الثلاثة اللي حتى نحصل من عندها الجي بي اس حتى نحدد مالتنا